استكملت وزارة الصحة استعداداتها لانتخابات أمة 2020 من خلال خطة صحية متكاملة خلال عمليات التصويت الوزارة من خلال دونها ضمن الفريق الحكومي المعني بالإشراف على العملية الانتخابية وتنظيمها بادرت بتشكيل فريق عمل مركزي يختص بوضع خطة للإعداد والمتابعة والإشراف على الخدمات الصحية المقدمة خلال فترة الانتخابات ويتكون من ثلاثة فرق ميدانية بمهام محددة تتعلق بالعلاج والوقاية والغذاء إضافة إلى فريق الخدمات المساعدة الوزارة أكدت حصها على عمل مسحات الخاصة بفارس كورونا للقائمين على تنظيم العملية الانتخابية والتأكد مخلو من الفيروس وفرض بعض الإجراءات والتدابير الاحترازية الاستثنائية حيث تم تخصيص عيادة مجهزة في مقرات الاختراع للتدخل الطبي الفورية بواقع 107 عيادات إلى جانب غرفة عزل للتعامل مع الحالات التي تستدع العزل الوقائية فيما بلغ عدد الكوادر الطبية المشاركة في جهود متابعة العملية الانتخابية 114 ممرضا وممرضة و558 فن طوارئ طبية و47 سيارة إسعاف إضافة إلى المفتشين الصحيين وفريق منع العدوى مفتشي التغذية وأطباء رعاية الصحية الأولية بموازات استعدادات قسم العمليات بإدارة الطوارئ الطبية لتلقي البلغات السلطات الصحية شددت على ضرورة توخي الحذر يوم الاقتراع والالتزام بالإجراءات الصحية وعدم التجمع داخل مقار التصويت وخارجها والحفاظ لحسن سير العملية الانتخابية